هلا وغلا، كلنا نحب العاب الفيديو وأكيد الكثير مننا يتمنى أن يجرب يكون داخل عالم لعبة يحبها وعشان كذا جبنا لكم اليوم أشهر ملاهيات اللي يكون فيها العاب مبنية على العاب الفيديو والترتيب راح يكون عشوائي وقالما نبدأ لا تنسون اضعوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس والحين خلونا نبدأ لعبة توم بريدر في ملاهي بارامونت اللعبة هذه كانت مبنية وتسويق كبير لأول فيلم توم بريدر ظهر في عام 2002 وكانت عبارة عن مرجحة عملاقة تركبها وتسمع موسيقى من الفيلم وتشوف بعض المقاطع أيضا وتتمرجح ويكون تصميم المنطقة اللي حولها كأنك داخل كهف من كهوف توم بريدر وأيضا يكون فيه بركة ماء تحتك تتغير ألوانها حسب الحاجة فمثلا يسلونها أحمر وبرتقالي عشان يهيئ لك كأنك تحتك حمام بركانية وطبعا الجدار عليه مجسم تنثال ضخم وعيونه تولى حتى اللعبة كان فيه مجسم ضخم جدا يسوق لها أول ما تدخل الملاهي وقتها وبعدها تم تغير اسم اللعبة إلى اسم The Crypt ويزالت اسم توم بريدر منها ألعاب Universal Studio في اليابان Universal Studio الياباني اشتهرنا بين فترة وفترة يسوي ألعاب مبنية على ألعاب فيديو ومن أهمها سلسلة Monster Hunter كانت ولا زالت من أشهر سلاسة الألعاب في اليابان عشان كذا كان فيه لعبة في Universal Studio في اليابان وفكرتها أنك تمشي بنفسك داخل اللعبة ويطلعون لك الوحوش المشهورة في Monster Hunter ويبهرونك في المجسمات والتأثيرات الصوتية والبصرية فيها وأيضا سلسلة ريزينت إيفل سوى لها لعبة في Universal بحيث كانت اللعبة تتمشى بنفسك داخل مدينة الراكون ويجونك ممثلين لبسين زومبيز ويخرعونك وانك عليك انك تصود المسدس عليهم وتقتلهم طبعا هم يمثلون انك أطلقت النار عليهم وكانت أكيد بتكون تجربة ممتعة لعبة Mass Effect في ملاهي كاليفورنيا سلسلة Mass Effect من الألعاب المميزة اللي جمعت نظام القصة والأر بي جي في عالم الفضاء بالطريقة جميلة جدا ولا هي مبنية على أي عمل أو فيلم قبله وفي كاليفورنيا في لعبة في ملاهي مبنية عليها اسمها Mass Effect New Earth وفيها تدخل إلى قاعة عملاقة سينمائية تمثل السفينة الفضائية اللي في اللعبة وتدلس في كرسي وقدامك شاشة عملاقة ويكون تحت ممثل يكون كأن الكابتن في الرحلة وبعدها يأخذك في مغامرة حماسية على الشاشة وكرسيك يتحرك تزامنا مع الأحداث اللي تصير في الشاشة قدامك ويحسسك أنك فعلا موجود في السفينة الفضائية في عالم Mass Effect ألعاب Angry Birds في ملاهي Thor Park لعبة Angry Birds لم صدرت كانت من أنجح العاب الجوال وانتشرت بشكل كبير جدا وسريع ووصلت حتى الأجهزة المنزلية وكانت مبيعاتها ممتازة وطبيعي لعبة مشهورة مثل هذه ما يسول لها فقط لعبة في ملاهي وإنما مجموعة ألعاب وفي ملاهي Thor Park في بريطانيا كان في مجموعة ألعاب مبنية على سلسلة Angry Birds فكان في لعبة سيارات تصادم تمثل الطائر الأحمر وكان في لعبة تركب في كرسي وتقذفك للأعلى بقوة وبعدها تخليك تهبط بسرعة وكانت مبنية على الطائر الأسود وأيضا كان في عرض سينمائي 4D لشخصيات اللعبة وحب أضيف أن في الصين كان في أيضا ملاهي خاصة بـ Angry Birds ومموجودة فيها طريقة لعب نفس لعبة الجوال بأنك تمسك الطير وتخلي يحلق ويضرب العواميد اللي عليها الخنازير الخضراء بس العيب أنه كان تصميمه رخيص جدا وأيضا مقرصا بحيث الشركة اللي تمتلك حقوق Angry Birds روفيو ما كانت مشتركة معهم فيها وسووها من غير علمها لعبة Plant vs. Zombies في ملاهي كارو وينتس في أمريكا لعبة Plant vs. Zombies تعتبر أيضا من أنجح العاب الجوال وطبيعي أنهم يحاولون ينقلونها إلى أجزة المنزلية ولكن تم تطوير لعبة جديدة بالكامل خاصة للأجزة المنزلية تحت اسم Plants vs. Zombies Garden Warfare وهي فكرتها أنها كانت على أسلوب ألعاب التصويب التنفسية مثل Call of Duty و Battle Field لكن الفرق أنها كانت بالمنظور الثالث وكان فيها شخصيات متنوعة بين جيش النبات و جيش الزومبي وكل شخصية لها قدرات خاصة فيها وفي ملاهي كارو وينتس تم وضع لعبة عبارة عن سينيما 4D وفيها كراسي مقسمة إلى فريقين فريق النبات و فريق الزومبي ويعطونك مسدس وتصوب على الشخصيات التي تظهر في الشاشة العملاقة وبعدها يتم تحتد الفريق الفائز ألعاب Hub Zero في دبي ملاهي Hub Zero في دبي تم تصميمها فقط لأشهر ألعاب الفيديو وفيها كان ألعاب متنوعة وهم كالآتي لعبة Battlefield Armored Assault وهي عبارة عن لعبة تصويب على أعداء موجودة تطلع قدامك وتلابس نظارة ثلاثية الأبعاد داخل منطقة حربية تعتك جو أنك داخل اللعبة لعبة Gears 4 Laser Siege هي عبارة عن لعبة حرب الليزر أو الليزر تاقة المعروفة لكن الفرقنا بتكون في مناطق تشبه الموجودة في ألعاب Gears 4 لعبة Resident Evil Bio Terror وهي تركب داخل قطار متحرك وتلبس نظارات ثلاثية الأبعاد تطلع قدامك الزومبيز وتطلق عليهم وتاخد نقاط وكلما تصبح لعبة تقدم فيها تطلع تكون أصعب من قبل والتصميم مثل ألعاب Resident Evil المعروفة لعبة Fan Fancy Escape from Medgar هي لعبة تكون فيها منصة عملاقة متحركة وفي كراسي تجلس في الكرسي على المنصة وتكون في شاشة عملاقة قدامك وراح تعطيك الأحساس الدخول في نفق ثلاثة الأبعاد مع أبطال لعبة Final Fantasy 7 لعبة Assassin's Creed في حدائق فز في السعودية هذه اللعبة لسه مفتحت لكن حبيت أضيفها لأنها بتفتح في الربيع من هذه السنة وهي موجودة في السعودية اللعبة مبنية على سلسلة Assassin's Creed الشهيرة وهي عبارة عن مضمار كبير باركور باركور هو اسم رياضة فرنسية فكرتها الانتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء عن طريق تخطي الحواجز بالقفص أو التسلق وهذا اللي بتسويه في اللعبة بيكون مضمار مليء بالحواجز والعقبات واللي يجب عليك أن تتخطاهم بالركض والقفص والتسلق ألعاب بليزرد ووركرافت وستاركرافت في ملاهي جويلاند في الصين في ملاهي ضخمة جدا ومصممة بألعاب بليزرد من ناحية المجسمات والألعاب الداخلية اللي فيها وكلفت تقريبا ستين مليون دولار في صنعها والمصيبة الأعظم أن هذه الملاهي الكبيرة في الصين مقرصنة نعم يعني ما أخذت حقوق من بليزرد أن تستخدم الاسم والشخصيات الخاصة فيها فقط سوت من رأسها ولا نادتهم ولا قتلهم شيء حاجة غريبة جدا لأن تعتبر من أفضل ملاهيات في العالم المصممة على ألعاب ملاهي سوبر نتاندو وورلد في يونيفرسل ستوديوز جابان من اسمها هي مدينة ضخمة جدا مبنية على عالم ماريو وشخصيات نتاندو وفيها تصميم لمجسمات كثيرة من ناحية الأماكن والشخصيات من داخل ألعاب ماريو وأيضا ألعاب كثيرة متنوعة مثل لعبة ماريو كارت كوبا تشالنج بحيث تركب عربة وتمشي فيك وتضرب العداء في الصدف مثل ألعاب ماريو كارت وأيضا في لعبة يوشيز أدفنتشر واللي مبنية على ألعاب يوشي ورح تركب على عربة على شكل يوشي وتمشي في مضمار حول الملاهي وفي أيضا ألعاب ثاني لكننا ما ذكروها وفي مطعم مخصص بشخصيات ماريو وهذه كانت الملاهي المبنية على ألعاب أتمنى تكون استفدتوا استمتعتم بالفيديو أكتب تحت رأيكم في التعليقات وأيضا إيش الألعاب لعجبتكم ونوين جربونها كما أكبر نشيحة ياتكم العافية ومع السلامة